شكرا لكم العافية اليوم ان شاء الله راح نكمل الجزء الثاني من شابتر ثري في مادة الأناتومي السكليتال سيستيم حكينا في البارت وان عن الأكزيال سكليتون اللي هو عبارة عن السكالز والفيرتبرال كولوم حكينا عن السكالز في البارت وان راح نحكي اليوم عن الفيرتبرال كولوم اللي هو العمود الفقري هو عبارة عن مصطلحات بتأدي نفس الغرض سبين باكبون سبينال كنل هي قناة الفقرية أو العمود الفقري أو الأساس كل هاية بتأدي نفس الغرض ألا وهو أنه منحكي عن العمود الفقري بالنسبة ل العمود الفقري بالنسبة ل العمود الفقري راح يتوي على ثلاث ثلاثين عظمة أو فقرة خلينا نختص بالكلمة ونحكي عنها أنه هي فقرة في مرحلة الطفولة لما يكون الإنسان طفل بتكون عبارة عن ثلاث ثلاثين فقرة بعد هيك بصير في عندنا التحام لبعض الفقرات بيلتحموا مع بعض أربع خمس عظمات أو فقرات بيلتحموا مع بعض بشكل وعظمة واحدة فبالمجمل في مرحلة البلوغ بيكون في عندنا ستة وعشرين فقرة راح نقسم العمود الفقري إلى خمس مناطق أول منطقة اللي هي السيرفيكل اللي هي المنطقة الرقبية تحتوي على سبع فقرات بعد هيك في عندنا الثوراسيك الثوراسيك اللي هي المنطقة الصدرية راح تحتوي على اثناشر فقرة بعد هيك راح نحكي عن اللمبر اللي هو بيحتوي على خمس عظمات أو فقرات اللي هو الظهرية في عندنا الساكرال المنطقة العجزية لما يكون الإنسان في مرحلة childhood بتكون عبارة عن five wounds راح تلتحم مع بعضها في سن البلوغ في عندنا الكوسايكس اللي هي عبارة عن العصعص بيحتوي على أربع فقرات بتلتحم في أثناء البلوغ هذا السبب انه بيكون في عندنا الثلاثلاثين عظمة في مرحلة الطفولة راح تتكون مع بعضها سبتة عشرين عظمة في مرحلة البلوغ راح تتم الالتصاق أو التثبيت ما بين الفقرات ما بينها عن طريق الليجمنت الأربطة وعن طريق الدسكات أو الأقراص اللي موجودة ما بين الفقرات بالنسبة للشكل العام للعمود الفقري في عندنا normal curvature وفي عندنا abnormal curvature الوضع العام أو الشكل العام أو الطبيعي للعمود الفقري على شكل حرف S فهو S-shape بيكون في عندنا cervical والثورسك واللمبر والساكرال على شكل مائل أو بشكل حرف S increased resilience and flexibility of the spine هذا الشي راح يزيد من مرونة العمود الفقري راح يخلي إنه سهل الحركة بالنسبة إلو في عندنا abnormal curvature بسبب الconjunctial أو disease أو posture of unequal muscles بالنسبة للabnormal curvature الوضع الغير الطبيعي أو الغير السوي بالنسبة للعمود الفقري ممكن يكون خلقي congential أو ممكن يكون disease بسبب مثلا بسبب مرض معين أو مثلا posture or unequal muscle بالنسبة لتوضع غير منتظم أو غير متكافئ بالنسبة للعضلات example of this abnormal curvature في عندنا أمثلة على هاي الأشكال الغير منتظمة أو غير طبيعية بالنسبة للعمود الفقري أول شي في عندنا scolysis scolysis اللي هو عبارة عن الجنب lateral curvature in thoracic region بيكون في عندنا انحناء جانبي في منطقة الثوراسك الصدرية في المنطقة الصدرية بيكون في عندنا lateral curvature انحناء جانبي بعدها في عندنا مرض ثاني اللي هو الكايفوسيز الكايفوسيز هو عبارة عن الحداب لما يكون الشخص أحدب منقول عنه كايفوسيز هو عبارة عن dorsal curvature انحناء ظهري في منطقة الصدر أيضا بالthoracic region بيكون في عندنا dorsal فالفرق ما بين scolysis والكايفوسيز انه scolysis بيكون lateral للجانب أما الكايفوسيز اللي هو الحدب بيكون انحناء ظهري مثلا نحو الأمام في عندنا lordoses in lumber region هذا عندنا بنسميه lord بيكون في منطقة أسفل الظهر اللمبر اللي هي منطقة أسفل الظهر هاي زي ما مشوف عندنا صورة بتوضح الأنواع الثلاثة من الابنورمال كورفيتشر لانحناءات غير الطبيعية بالنسبة للعمود الفقري أول شيء عندنا في عندنا lskolysis lskolysis هو عبارة عن الجنف بيكون في عندنا زي ما حكينا انحناء جانبي في منطقة الصدر الكايفوسيز اللي هو الحدبة بنسميها بيكون عندنا أيضا في منطقة الصدر بيكون نحو الأمام أو نحو الظهر في عندنا lordoses بيكون أسفل الظهر بيكون في عندنا انحناء غير طبيعي بالنسبة للعمود الفقري هاي بالنسبة للشكل الطبيعي للعمود الفقري بيكون على شكل حرف s زي ما حكينا وهي التقسيمات الأساسية اللي موجودة في عندنا للعمود الفقري زي ما حكينا بالنسبة للسيرفيكا اللي هي عبارة عن سبع فقرات 1-2-3-4-5-6-7 بيكونوا في منطقة الرقبة السيرفيكا المنسميين منطقة الصدر تحتوي على 12 فقرة هاي هنا 12 فقرة بعدها بنيجي للنبر اللي هي الظهرية بعدها عندنا الساكرال وعندنا الكوسايكس هاي الشكل جانبي إلها وهاي شكل أمامي بالنسبة للفقرات زي ما بنشوف عندنا الساكرال والكوسايكس هي عبارة عن عظمة عظمة ولكن هي بتكون أكثر من فقرة في مرحلة الطفولة هلأ بدنا نشوف الفقرة نفسها كيف بيكون شكلها بالنسبة لشكل الفقرة بشكل عام أو typical vertebrum consist of syndrome الbody في عندنا vertebral arches في عندنا spinous and transverse process في عندنا vertebral foramen في بعض الفقرات النموذجية خلينا نحكي تحتوي على الأجزاء هاي اللي هي body syndrome من سماية اللي هو جسم الفقرة في عندنا vertebral arches اللي هنا الأقواس اللي بيكون مرتبطة مع الفقرة في عندنا spinous and transverse process اللي هي نتوآت العرضية والنتوآت الشوكية اللي بتكون من الفقرة في عندنا آخر شيء vertebral foramen اللي هو عبارة عن ثقب الفقرة زي ما نشوف عندنا هاي جسم الفقرة في عندنا هاي النتوآت اللي حكينا عنها وهاي عندنا الفرامن اما بالنسبة لكامل الفقرات كل الفقرات لازم تحتوي على هالأجزاء الأساسية فهذه الأجزاء بتكون أساسية في الفقرات هذول بيكونوا موجودات في بعض الفقرات أو نماذج طبيعي نقول نموذجية من الفقرات اما بالنسبة لكامل الفقرات لازم يحتوي على هذول الثلاث شرات الأساسية اول وحدة اللي هي الفلات تراوندد بادي بيكون عبارة عن جسم مسطح ومدور في عندنا spinos and transfers process لازم يكون عندنا الشرط أساسي وجود النتوء الشوكي والنتوء العرضي ما عدا أول فقرة ما بيكون فيها هذا النتوءات لأنه ما في داعي هي تثبت بالفقرة اللي فوقها فهي بتكون أول وحدة فما في داعي يكون في عندنا نتوءات من أجل التثبيت في عندنا الفورامين اللي هو عبارة عن الثقب بيكون على مستوى كل الفقرات لحتى يدخل فيها السائل الشوكي أو النخاع الشوكي بالنسبة للفورامين ما في داعي عندنا الساكرام والكوسايكس يكون فيها فقرات لأنهن بتكون عبارة عن أربع خمس فقرات ما بيكون فيها ثقوب عفوا لأنهن عبارة عن أربع خمس فقرات بيكونوا متحدين مع بعضهم البعض زي ما شفنا بالرسم بالنسبة للفقرات خلنا نتعرف عليهم أكثر بشكل مقرب في عندنا أول فقرة بتكون من العمود الفقري من سميها الأطلس ثاني فقرة من سميها الأكزيس بعد هيك بالنسبة للثورسيك فيرتبري الفقرات الصدرية زي ما بنعرف لازم يكون فيها جوانب مفصلية من أجل توضع الأضلاع للقفص الصدري رح يتم توضع الفقرات فيما بين فوق بعضها البعض عن طريق أربطة أو مفاصل بتكون من نوع فيبرو كارتليد اللي فيه إن أديشن تو أرتيكولر بروسيس نتوءات مفصلية بتثبت هاي الفقرات مع بعضها البعض هذا الجدول رح يميزننا ما بين ثلاث أنواع من الفقرات اللي هي السيرفيكل والثورسيك واللمبر الشكل العام إلها وبعض الفروقات فيما بينها هذا الجدول جداً مهم احتمال كبير إنه يجي منه بالامتحان عبارة عن مقارنة ما بين ثري تايب أوف فيرتبرا ما بين الفقرات الثلاثة اللي هنا أهم إشي عندنا السيرفيكل والثورسيك واللمبر فخلينا نبدأ فيهم واحد واحد بالنسبة للبادي للسيرفيكل الفقرات الرقبية رح يكون عندنا البادي رح يكون صغير شوي سمول زي ما احنا شايفين أما بالنسبة للثورسيك رح يكون أكبر أما بالنسبة لللمبر رح يكون أكبر وأكبر فأكبر بادي رح يكون بالنسبة لللمبر لأنه بيتوضع تحت فلازم يحمل ضغط كبير بعد ذلك رح نحكي عن الفورامينا اللي هو الثقوب اللي موجودة ضمن الفقرات بالنسبة للسيرفيكل رح يكون في عندنا وان فيرتبرا لان تو ترانسفيرز في عندنا واحد بيكون مركزي موجود في منتصف الفقرة لحتى يمر عبره النخاع الشوكي وبيكون في عندنا ثقبين جانبيات أما بالنسبة للثورسيك بيكون في عندنا ثقب واحد أو اللمبر أيضا بيكون عندنا ثقب واحد بالنسبة للسبينوس برو السيس اللي هو النتوق الشوكي بالفقرة الرقبية بيكون من c2 إلى c6 يعني من الفقرة الرقبية الثانية إلى الفقرة الرقبية السادسة بتكون شكل النتوق الشوكي عبارة عن نتوق سلندر يعني نحيل وبايفيت يعني مشرمة الشريم بالنسبة للثورسك الصدرية الفقرات الصدرية بيكون عندنا long and fairly thick بيكون طويلة وثخينة most project inferiorly بتكون متاجهة نحو الأمام أما بالنسبة لللمبر فيرتبرا بيكون عبارة عن short and blunt بتكون قصيرة وحدة بعد هيك راح نشوف الـ Transverse Process اللي هنا النتوءات العرضية أو الجانبية في عندنا بالنسبة للسيرفيكل بتكون نتوءات short أو small صغيرة بالنسبة للثورسك بتكون fairly large أكبر بقليل يعني هاي النتوءات أما بالنسبة لللمبر بتكون large and blunt بتكون حادة وكبيرة بالنسبة للarticular fist of ribs يعني توضع الجوانب المفصلية اللي بتوضع عليها الأضلاء زي ما حكينا انه هي بتكون موجودة فقط بالثورسك فابسنت وابسنت بتكون بالنسبة لللمبر والسيرفيكل أما بالثورسك بتكون عندنا موجودة تقريبا هاي أهم الأمور اللي موجودة أو اللي بندنا نقارن فيه three type of vertebra بالنسبة للعمود الفقري طيب بظل في عندنا نوعين اللي هنا الساكرال والكوسايكس اللي هنا بيكونوا أصلاً أيضاً فقرات منفصلة بيصير في إلهم التحام The sacrum is formed by union of five sacral vertebra بالنسبة للساكرال بتكون عندنا أربع خمس فقرات عجزية بتلتحم مع بعضها والكوسايكس بتكون عبارة عن اتحاد أربع كوسايجل vertebra مع بعضها البعض بعد الـ skull وبعد الـ vertebral column رح ندرس الجزء الثالث من الـ axial skeleton اللي هو البوني ثوركس اللي هو القفص الصدري منسمي rib cage للقفص الصدري أول جزء من القفص الصدري رح ندرس الـ sternum اللي هو عظم القص أو عظم القفص الصدري none as breast bone يعرف أو يسمى بعظم الصدر dagger أو knife shape اللي هو شكل الخنجر أو شكل السكين three bones بتألف من ثلاث عظمات متصلة مع بعضها البعض اللي هي المانوبريوم والbody والزايفويد رح نبدأ بأول جزء من أجزاء عظم القص اللي هو المانوبريوم المانوبريوم هو عبارة the upper part articulate with the clivicle a bone of bacterial griddle and the first two ribs طبعا بالنسبة للمانوبريوم هو بتوضع هو جزء العلوي من الـ sternum بتوضع مع الكليفيكل اللي هو عظم الترقوة اللي هو عظم الحزام الصدرية منسميها بين قوسين and the first two ribs بتوضع مع أو بيتصل مع أول ضلعين من أضلاع القفص الصدري الجزء الثاني اللي هو البادي أو جسم القص منسمي the body mid portion articulate with the two to seven rib هو الجزء المتوسط من الـ sternum أو من القص بيتوضع مع أو بيشترك أو بيكون ممتد ما بين الضلع الثاني إلى الضلع السابع الجزء الأخير اللي هو الزايفويد هو عبارة عن small inferior end of the sternum هي نهاية صغيرة في نهاية عظم القص serve as attachment with diaphragm and some abdominal muscles راح يأمن الاتصال المباشر ما بين مع الـ دايفراجم اللي هو الحجاب الحاجز وبعض عضلات البطن طيب الجزء الثاني من القفص الصدري ألا وهو الـ ribs الـ ribs هي عبارة عن الأضلع الأضلع عبارة عن 12 pair of ribs with vertebral column and sternum shape the thoracic cavity بالنسبة للأضلع هي عبارة عن 12 زوج من الأضلع متصلة مع العمود الفقري ومع الـ sternum مع عظم القص لحتى تعطينا شكل التجويف الصدري each rib articulate with both the body and transverse process of its corresponding thoracic vertebrium بالنسبة للأضلع للقفص الصدري بتكون متصلة مع الـ body والـ transverse process اللي موجودات على الفقرة اللي درسناهم قبل شوي بالنسبة للفقرات الصدرية فاتصال الـ ribs راح يكون مع الـ transverse process النتوء العرضي أو الجانبي ومع الـ body بالنسبة للفقرة بالنسبة للترتيب الأضلع ضمن القفص الصدري ribs one throw seven join a costal cartilage with which attached to its sternum منسميهم بترو ribs الأضلع الحقيقية من الضلع الأول إلى الضلع السابعة بتكون منضمة مع بعضها البعض مع ظروف ضلعي موجود بربطها مع عظم الـ sternum اللي هو عظم القص هاي الأضلع منسميهم الأضلع الحقيقية فهي أضلع متصلة مع بعضها البعض ومتصلة مع عظم القص من الضلع الثامن إلى الضلع العاشرة هؤلاء بيكونوا مرتبطين مع بعضهم عن طريق غضاريف cartilage of the true ribs and indirectly attached to the sternum none as false ribs الأضلع الكاذبة هذول النوع من الأضلع من الثامن إلى العاشر بيكونوا مرتبطين بغضاريف مع الثلع وبشكل غير مباشر بيكونوا مربوطين مع عظم القص فعشان هيك منسميهم false ribs أو الأضلع الكاذبة فاللي بيضال عندنا الـ 11 والـ 12 الأضلع الـ 11 والـ 12 منسميهم floating ribs بيكونوا عبارة عن الأضلع العائمة أو السائبة ما بيكونوا متصلين مع الـ sternum فرح نقسم عندنا العمود الفقري أو القفص الصدري عفوا إلى ثلاث أقسام بالنسبة للأضلع true ribs, false ribs و floating ribs رح نبلش بيأسها الواحد اللي هو الـ floating ribs اللي هي الأضلع السائبة أو الأضلع العائمة هاي ما بتكون متصلة مع عظم القص بالنسبة للـ false ribs اللي هي الأضلع الكاذبة بيكونوا متصلين مع الأضلع الحقيقية ولكن بيكونوا متصلين مع القص بشكل غير مباشر فالمبدأ بتسمية الأضلع هي اتصالها مع عظم القص الـ true ribs الأضلع الحقيقية منسميهم أضلع حقيقي لأنه ينا بالأصل بيتصلوا مع الـ sternum بون بالنسبة للقفص الصدري هاي عندنا شكل للقفص الصدري منلاحظ وجود عندنا هاي العظم القص في عندنا هذا المانوبريوم وهاي البادي وآخر شي عندنا الزايفويد بروسيس هاي بالنسبة للـ sternum اللي هو عظم القص بالنسبة للأضلع عندنا 1-2-3-4-5-6-7 منسميهم مننا الأضلع الحقيقية بيكونوا متصلين مع بعضهم بيكونوا متصلين عن طريق غضاريف هاي اللي هي باللون الأبيض ومتصل الغضاريف هاي مع العظم القص الـ sternum فعشان هيك منسميه الأضلع الحقيقية في عندنا الثمانية والتسع عشر هذول بيكونوا أضلع كاذبة منسميهم false ribs لأنه بيكونوا متصلين مع غضاريف مع الـ true ومن اللي true على الـ sternum في عندنا لـ 12-12 زي ما منلاحظه أنهن مش متصلين أبدا مع الـ sternum فمنسميهم الأضلع السائبة أو الأضلع العائمة طبعا هيك منكون احنا خلصنا الجزء الأول من الـ skeletal system وهو الـ axial skeleton اللي هو الجهاز الهيكلي المحوري متمثل بالـ skull الجمجمة vertebral column اللي هو العمود الفقري وعندنا القفص الصدري هسا رح ننتقل إلى الجزء الآخر اللي هو الـ appendicular skeleton اللي هو الهيكل الزائد أو الجهاز الهيكلي الزائد بالنسبة للـ skeletal system بشكل عام It's composed of رح يتكون عندنا الـ appendicular skeleton من الـ girdles اللي هنا يبارا عن الأحزمة متمثلة بالـ pictorial والـ blevic girdles عبارة عن الأحزمة الصدرية والأحزمة الحوضية في عندنا الـ limbs اللي هنا عبارة عن الأطراف upper limb and lower limb الطرف العلوي وطرف السفلي يبارا عن الأطراف بشكل توالي مع هذه الأحزمة فالـ upper limb سيكون متصل مع البكتوريال والـ lower limb سيكون متصل مع البليبك فهي عندنا الـ skeleton بشكل عام عندنا هاي الـ skulls عندنا الكليفيكا للترقوة عندنا السكابيولة اللي هنا عظم اللوح الصدري لوح الكتف في عندنا معظم العظام اللي موجودة معنا خلينا نبلش بالـ bacterial gridle and upper limb اللي هنا الحزام الصدري مع الطرف العلوي بالنسبة للـ bacterial gridle it consists of clivical and scapula رح يتكون من عظم الطرقوة وعظم لوح الكتف خلينا نبدأ بالـ clivical بالنسبة للـ clivical هو عبارة عن cylinder double corvid هو عبارة عن عظمة منحنية الجانبين و بتكون نحيلة it's attached to the sternum by sternal end and to the scapula by acromial end اتصال لـ clivical مع الـ sternum مع عظم القص رح يكون عن طريق نهاية منسميها sternal end النهاية القصية زي ما بنحكي وبيكون اتصالها مع لوح الكتف لـ scapula عن طريق l-acromial end خلينا نشوفها فزي ما بنشوف هاي عندنا الترقوة بتكون متصلة مع الـ sternum مع عظم القص بهاي نهاية منسميها sternal end وبتكون متصلة مع لوح الكتف لـ scapula عن طريق نهاية منسميها acromial process أو acromial end أما بالنسبة لـ scapula it's a triangular flat bone بالنسبة للشكل هي شكلها زي المثلث flat مسطحة عظمة مسطحة مثلثة فالفرق ما بين الـ clivical و scapula اللي هنا الشكل بالنسبة لـ clivical هي بتكون منحنية الجانبين هاي بتكون مسطحة لـ scapula الـ clivical بتكون slender بتكون منحنية أما بالنسبة للـ scapula بتكون عبارة عن triangular مثل المثلث it has border projection and process رح يحتوي عظم اللوح الكتف على البوردر اللي هي الحدود بالنسبة للـ scapula عندنا projection وعندنا process اللي هي النتوءات والمساقط اللي بتكون موجودة ضمن العظمة one of the borders form the glenoid cavity where the head of humor humorous bone fit in طبعا أحد الحدود اللي بتكون موجود فيها بتشكل تجويف منسميه تجويف glenoid هذا التجويف بيتناسب مع شكل الرأس بالنسبة لعظمة العضد بالنسبة لـ upper limb يعني متوضع الرأس عظمة العضد بالنسبة لليد رح يكون موجود ضمن cavity منسميه glenoid cavity بيحدده من البوردر تبع الاسكابيولة one of the projection is acromion which allow clivical to attach أحد المساقط اللي بتكون موجودة على لوح الكتف زي ما شفنا عندنا نتوء صغير بالنسبة للوح الكتف هاي هو منسميه acromion process أو نتوء acromion لحتى تتوضع عليه لكلافيكل فهو شيء مشترك ما بين الكليفيكل وما بين اسكابيولة لحتى نبدأ بالـ upper limb أو بعظمة العضد لحتى يتصلوا مع بعضهم فكليفيكل متصل مع اسكابيولة وسكابيولة متصل مع كليفيكل والاثنين بيكونوا متصلين مع الهيوميروس بالـ upper limb راح نبلش بالـ upper limb made up of arm والforearm والهاند راح يتكون عندنا الـ upper limb الطرف العلوي من الـ arm اللي هي اليد ممثلة بالعضد وعندنا الforearm اللي هي الساعد وعندنا الهاند اللي هي راحة اليد أو الكب بالنسبة للـ arm consists of consists of a long bone عظم طويل منسمي الهيوميروس which has a head articulate with the glenoid cavity at the proximal end بالنسبة للنهاية القريبة من عظم العضد سيتوضع ضمن cavity منسمي glenoid cavity glenoid cavity زي ما حكينا قبل شوية اللي بتشكله عندنا السكابيولة راح يتوضع رأس العضد ضمن هاي الكافيتي بعد هيك في عندنا نهايتين موجودة ضمن عظمة العضد منسميها epicondylis and one trochlea at the distal end في النهاية البعيدة اذا في عندنا نهايتين بالنسبة للعضد أو بالنسبة للـ arm النهاية القريبة بتكون عبارة عن head بيكون موجود ضمن glenoid cavity والنهاية البعيدة بتكون عندنا عبارة عن نتوئين أو انحنائين أو الويزتين بيسموهم بالعربي اللي هن epicondylis والtrocula median epicondylis make the protrusion of the elbow at the anterior view بالنسبة للـ epicondyl median المتوسطة النتوء المتوسط للـ epicondyl راح يعطينا بيجعل بروز الكوع يبين من المظهر الأمامي بالنسبة للـ four arm عفوا هو عبارة عن الساعد include two parallel bone radius and elna عبارة عن عظمتين متوازيات اللي هن radius والألنة radius is found on the thumb side with a nail shaped end بالنسبة للـ radius بتكون متصلة أو في ناحية اللي موجود فيها الإبهام فالناحية اللي بتكون متصلة مع الإبهام منسميها radius و بتكون إلها نهاية تشبه الظفر أما بالنسبة للألنة فهو is found on the little finger side بيكون موجود من الناحية اللي بيكون فيها الإصبع الصغير it's longer than radius and form the elbow joint with the humerus هي بتكون أطول من عظم radius و بتشكل مفصل المرفق مع عظم العضب يعني هي رح تشكل لنا المفصل ما بين المرفق وما بين عظم العضب منسمي olikronon process أو نتو olikronon بعد هيك رح ندرس الهاند اللي هي راحة اليد أو الكف hand is composed of wrist palm and fingers بتكون مكون اليد من الرست اللي هو عبارة عن الرسغ البالم راحة اليد أو الكف fingers عبارة عن الأصابع بالنسبة للرست منسمي الكاربل consist of eight bone bound closely and firmly by ligament بيكون عبارة عن ثمن عظام متصليم مع بعض البعض وبيجانب بعضهم عن طريق أربطة البالم اللي هي الميتا كاربل ما بعد الكاربل اللي هي كف أو راحة اليد consist of five bone تكون مكونة عبارة عن خمس عظام الفينجرز اللي هن الفلانجز بعيد ومتوسط وقريب ما عاد الإبهام بيكون مكون من عظمتين هاي زي ما مشوف عندنا عندنا الكاربل أو الرست اللي هو الرسغ عبارة عن ثمن عظام يكونوا متصليم مع بعضهم البعض بعد هيك راح يكون عندنا الراحة اليد اللي هي عبارة عن خمس عظام واحد اثنين ثلاث اربعة خمس اللي هن البال واخر شي عندنا عبارة عن ثري بون ديستل ديستل وميدل وبروكسيمل ما عدا الثمز بيكون عبارة عن عظمتين فقط هاي زي ما مشوف عندنا الإبهام عظم عظمتين وزي ما اتفقنا الراديوس بتكون من هاي الناحية من ناحية الإبهام اما الآن بتكون من ناحية السمول فينجر اللي هو العض الصبع الصغير هاي صورة توضيحية للأبر لامب واتصالها مع السكابيولة عندنا هاي الارم او العضد في عندنا هاي الفور ارم الساعد واخر شي عندنا الهاند طبعا هاي نحن نكون انتهينا من الحزام الصدري ومن الطرف العلوي رح ننتقل الى الجهة الثانية اللي هو البيلفيك جير ان لور نم رح ننتقل الى الحزام الحوضي والطرف السفلي بالنسبة للحزام الحوضي it's formed by bear of cox salbone unit with each other anteriorly by pubic symphases and with sacrium posteriorly by sacro iliac point عندنا التقاء هاي عظمتين الكوكسل هو عبارة عن عظمتين من الكوكسل بيتحدوا مع بعضهم البعض من الامام عن طريق ما يسمى بالبيوبic symphases الالتفاق العاني ومن الخلف يتحدوا مع عظمة الساكرام عن طريق مفاصل او منسميهم sacrioyliac joint فهذا كله رح يشكل ما يسمى بالحزام الحوضي بالنسبة للكوكسل البون comprises ثري بون هو عبارة عن ثلاث عظمات اللي هي الاليوم والإسكيوم والبيوبس طبعا هاي العظمات الثلاثة بيتحدوا مع بعض حتى يشكلوا عندنا ما يسمى بعضم الكوكسل بالنسبة لهذول العظمات الثلاث رح يشكلوا عندنا ما يسمى المأخذ نصف كروي عميق سيشكلوا زي الكرة نصف كروي عميق اللي هي هميسفيريكل بتكون عميقة شوية منسميها الأستابيليوم هاي الأستابيليوم بيرتكز عليها عظمة الفيومر اللي هي عظمة الفخذ هلا هلا ننتقل بعد الحزام الحوضي الى اللوار لنب اللي هو الطرف السفلي they are made of of thigh leg and foot thigh هو عبارة عن الفخذ عندنا leg اللي هي الساق والفوت اللي هي القدم بالنسبة للثايت consist of a fumar bone الفيومر بون اللي هي عظمة الفخذ هي largest longest strongest bone in the body هي أطول وأكبر وأقوى عظمة موجودة في الجسم فإذن هاي معلومة جدا مهمة محط حتيها ألف خط اللي هي عظمة الفيومر اللي موجودة في الفخذ هي أطول وأقوى وأكبر عظمة موجودة في جسم الإنسان it is organized to have طبعا مصممة عظمة الفخذ لحتى تحتوي على الأجزاء التالية في عندنا بالبداية الهيد والنك والتروكانتر at the proximal end في النهاية القريبة من الحزام الحوضي رح يكون في عندنا الهيد والنك والتروكانتر بالنسبة للكوندايل والبتيلر سورفيس بيكونوا بالجزء البعيد زي ما منشوف عندنا بالصورة هاي جزء قريب من الهيد وهي عندنا الجزئين اللي هن الترونكاتر والنك بالنسبة للجزء القريب بالنسبة الجزء البعيد في عندنا زي ما حكينا اللي هن الكوندايل وعندنا البتيلر سورفيس بعد هيك رح يتوضى عندنا بعض عظمة الفخذ رح يكون في عندنا الساق اللي هي الليك it's formed by two bone في عندنا عظمتين موجودين في عظم الساق اللي هن بالنسبة لعظمة التيبية هي بتكون الأكبر بالنسبة لعظمات الساق بتكون الأقوى وهي الجزء الواضح أو المتقدم من العظمتين يعني الجزء المحسوس مننا لما نحط ايدنا على الساق هذا منسمي التيبية بيكون هو يعني بيكون سطحي بتكون هاي العظمة سطحية بالنسبة لا توضع الساق مع عظمة التيبية عفوا بالنسبة للساق مع عظمة الفيومر في الفخذ بشكل عندنا مفصل زي ما نعرف هو مفصل الرقبة مع ذلك الجزء البعيد من الساق يعني في الأسفل رح يشكل عندنا ما يسمى بالميدي الانكل بلج اللي هو الجزء الكاحل القريب أو المتوسط فهي بتشكل هذا الجزء بالنسبة للفيوبيلا ستكون أصغر من التيبية بالنسبة للفيوبيلا رح يكون عندنا هي أصغر من التيبية و رح تكون أعمق منها بالنسبة لتوجد ضمن الساق و رح ترتكز على عظمة التيبية تشكل الجزء الخارجي أو الجانبي من مفصل الكاحل هاي والفيوبيلا اللي لكون هي أعمق وأصغر بتشكل عندنا ما يسمى باللتيرال أنكل ضلج التيبية والفيوبيلا ترجمت بالعربي يعني مش كتير مطالبين نحن بالاسم هنا لكن يسمى بالشضية والضنبوب هذول العظمتين الموجودات بالنسبة لعظم الساق في عندنا البتيلة اللي هي زي ما حكينا عنها في نهاية عظم الفيومر في عندنا ما يسمى بالبتيلة سورفيس بتيلة زي ما نعرف عندنا هاي العظمة بتكون موجودة في أعلى هي عظمة مثلثة الشكل بتكون موجودة في أعلى مفصل الرقبة لحتى تحسن أو لحتى تدعم حركة مفصل الرقبة أو تحميها في عندنا هي أيضا من أحد الخصائص اللي بنستفيد منها لهاي العظمة إنه هي بتساعد في رفع عضلات الفخذ لأنه عندنا بتكون عضلات شوي كبيرة أو صعبة فمحتاج نحن بالحركة من أجل knee joint مفصل الرقبة من أجل عضلات الفخذ هلا بنيجي للجزء الأخير من اللower limb اللي هو الفوت اللي هي القدم consist of tarses metatarses and toys رح تتكون عندنا القدم من tarses اللي هي عبارة عن الرسغ الميتا seven bones عبارة عن سبع عظام أول عظمة اللي هي calcaneus bone forms the heel رح تعطينا الكعب عظمة الكعب بنسميها calconeus and carry the talus on its superior surface في عندنا عظمة أخرى بتحملها عظمة الكالcaneus اللي هي talus على جزء العلوي من عظمة التالوس رح تتوضع عندنا calconeus في عندنا أربطة تسمى أربطة أخيل أو acylus tindon join the calf muscle with calcaneus bone ارتباط عظمة الكالconeus في التارس مع عضلات الساق سيتم عن طريق أربطة من أربطة أخيل الميتا تارس includes five bones الميتا تارس أو مش القدم عبارة عن خمس عظمات أما بالنسبة لل تويز اللي هن الفالانجز زي ما حكينا بالنسبة لاليد أو الكف رح يكون في عندنا الأصابة رح تتكون كل أصبع عندنا من ثلاث عظام مع عدل الأصبع الكبير يحتوي على تو بون هاي زي ما نشوف عندنا بالرسمة عندنا عظمة الكالكينيوس وهي عندنا عظمة التالس الأخيل ستربط عظمة الكالكينيوس مع عضلة الساق في عندنا بالنسبة لميتة تارس حكينا هي عبارة عن 5 بون وعندنا الأصابع أو التوي بنسميهم كل واحد بتكون من ثلاث عظمات ما عدا ال الصبع الكبير يكون عبارة عن عظمتين وزي ما حكينا بالنسبة لاليد أو الكف عندنا أصابع اليد تتكون ثلاث عظام الديستل والميدل والبروكسيمال هاي في عندنا كومبيت لورليج بندنا بالرسمة الموضحة للحزام الحوضي كاملا مع لورليم الطرف السفلي في عندنا زي ما مشوف عندنا الكوكسيل بون مع الساكروم بيكون الحزام الحوضي أو البيلفك في عندنا هاي ما يسمى بالبيوبيك سينفيسيز عندنا عظمة الفيومر بالنسبة لعظمة الفخذ عندنا عظمة الساق هاي تيبيا هاي الفيوبيلا هاي الباتيلا اللي هي العظمة اللي تيجي فوق الركبة أو عظمة الركبة منسميه بالعربي صابونة الركبة في عندنا هاي القدم الفوت عبارة عن تارسز متا تارسز والفلانجز أو تويز ضمن عظمة القدم رح يكون في عندنا ثلاث أقواس موجودين لهم وظيفة معينة هاي الأقواس هاي عبارة عن lateral longitudinal وعندنا الميديا longitudinal and transverse arches بالنسبة لهاي الأقواس هاي نشوف بالصورة شو وظيفتهم هم و بالنسبة لهاي الأقواس هي مهمتها انه تمتص الضغط نتيجة المرونة تباحهم أو سهولة حركتهم زي ما نشوف عندنا بالصورة هاي هنا الأقواس الثلاثة اللي موجودة ضمن القدم لحتى تأمن التحمل الضغط بالنسبة للقدم هاي عندنا القوس الأول والصغير من سميت lateral longitudinal arch القوس الجانبي المائل وفي عندنا القوس الميديا وفي عندنا الترانسفيرس اللي هو المعترض نتي بي strong ligaments and tendons normally hold the foot bone in their arch position بالنسبة للأربطة والأوتار القوية هي عادة اللي بتتحمل هذا الضغط على عظام القدم في وضعيات الأقواس لما تشتغل الأقواس أو لما تحمل هاي الضغط بالعادة الأربطة والأوتار هن اللي رح تتحمل هاي الضغط however if they are walking arch will be flattened and result in flat foot لما تضعف هاي الأقواس أو هاي الأربطة اللي موجودة ضمن القدم رح يصير في عندنا القدم على شكل مسطح flattened يعني مسطح ورح قد يؤدي إلى حالة تسمى flat foot اللي هي القدم المسطحة هذه زي ما وجناكم اللي هي الأربطة والأقواس اللي موجودة ضمن القدم عملية تطور الجهاز العظمي أو الجهاز الهيكلي بالنسبة للإنسان بالنسبة لعظم الجمجمة لأطفال حديث ولادة رح يكون عندنا غير مكتمل سيكون متصل فيما بينها عظام الجمجمة مع أغشية ليفية تعرف بالفونتينالس هذه الأغشية ليفية تسمح لرأس الطفل عند الولادة لأنه ينضغط وصير عندنا انضغاط الرأس حتى تأمن نمو الدماغ بشكل صحيح حتى يتوافق مع نمو هذا الدماغ فور فونتينالس كانت بي ديكتد في عندنا أربع أغشية ممكن نحددها على الجمجمة في عندنا أنتيريور من الأمام ممكن تكون بين فرونتل أن بريتل من الخلف رح تتحدد عندنا بالبريتل والأكسيميتل في عندنا بالنسبة للسفينويد وعندنا الماستويد فونتينالس رح نشوفهم بالصورة موضحين عندنا بالنسبة للجمجمة في عندنا أنتوريور بالنسبة للأمام رح تكون ما بين عظم الفرونتل والبريتل في عندنا السفينويد فونتانلس وفي عندنا الماستويد فونتانلس هاي الأغشية اللي بتكون باللون النهدي تقريبا هاي عبارة عن عدم اكتمال عظم الجمجمة وتستبدل بأغشية هاي الأغشية بعد تقدم الزمن بتختفي هاي وبتكتمل عندنا التحام جميع عظام الجمجمة منسميهم بالعربي انه اليافوخ كأنه هيك تسميتهم بالمعنى الحرفي بعد هيك رح ننتقل الى الهيرينيشن الهيرينيشن اللي هو عبارة عن الفتوق او الشغلات اللي ممكن تصيب بالعمود الفقري Old age effect many parts of skeleton especially the spine تقدم في العمر بالنسبة للاشخاص رح يأثر على الهيكل العظمي او الجهاز الهيكلي بشكل عام وخاصة على العمود الفقري Water content of vertebral disc decline which result in hernia اللي هي disc sleeping بالنسبة لفقد الماء اللي موجود في الدسك اللي موجود ما بين الفقرات رح يأدي الى ما يسمى بالهيرينيشن الهيرينيشن اللي هو الفتق او اللي احنا منسميه الدسك لما الانسان يصيبه دسك Hernation could be developed due trauma which rupture the annulance fibrous of the disc causing protrusion of nucleus bulbuses of the disc towards spinal cord and spinal nerve بالنسبة لهذا الفتق او الدسك اللي نحن بنحكي عنه ممكن يتطور بسبب الصدمات اللي بتحدث على العمود الفقري وهي الصدمة رح تأدي الى تمزق الحلقة اللي فيه اللي موجودة ضمن هذا الدسك ما بين الفقرات هذا الشي رح يسبب الى بروز نواة البولبوسز of the disc في عندنا نواة ضمن الدسك رح تبرز من الدسك ورح نحو النخاع الشوكي ونحو العصاب الشوكي وهذا الشي رح يسبب الالم بالنسبة لمريض الدسك بالنسبة لعلاج هذا الدسك رح يكتم عندنا عن طريق البيت رست اللي هي الراحة في السرير وانه انسان يأخذ راحة وما يتحرك سيرجيكال ممكن عملية جراحية او انزيماتيك دراج الادوية الانزيمية عندنا كايموبابين خلينا نشوف بالصورة كيف تتم عملية الفتق هاي في عندنا الحالة الطبيعية للفقر وبيكون في عليها الدسك في عندنا هاي بالنسبة للدسك بنتيجة زي ما حكينا انه قلة الماء اللي فيها رح يتم عندنا الفتق في الدسك اللي موجود ما بين الفقرات رح ينتج عنها بروز اللي حكينا عنه اللي هو نيوكلياس بالبوسيز فهذا البروز رح يأثر على انه يحتك مع السباين النيرب او العمود الفقري او الحبل عفوا الحبل الشوكي او العصب الشوكي هذا الشي رح يسبب الى آلام شديدة رح ننتقل بعد هيك الى several difference between skeleton and male and female بعض الاختلافات للشكل العام بالنسبة للجهاز الهيكلي لدى male and female بالنسبة للجنيرل سكيليتون عند الميل رح يكون larger heavier less tilted forward بالنسبة للشكل العام للجهاز الهيكلي عند الرجال رح يكون اكبر واضخم وقليل الايمالة نحو الامام بالنسبة للفيميل رح يكون smaller اصغر lighter more tilted to be adapted for childbearing بالنسبة للانات زي ما حكينا رح يكون عندنا انعم والطف واصغر كجنيرل سكيليتون لحتى انه يتكيف مع عملية الحمل والولادة وحمل الطفل ضمن الجسم بالنسبة للبيوبيك انجل زاوية الحوض رح يكون عند الميل اكثر من حادة من 50 الى 60 تقريبا درجة زاوية الحوض حسنا نشوفها كيف موضحها بالصورة عند الفيميل لحتى تتكيف مع فيزيولوجية جسمه ومع الحمل والولادة لازم تكون عندنا برود عريضة شوي من 80 الى 60 بالنسبة للعظم الساكرم اللي موجود عندنا بالبيلفيك بالحوض رح يكون عندنا عند الرجال narrow and larger بيكون ضيق وكبير اما بالنسبة للفيميل بتكون wider اوسع واقصر شورتر بالنسبة للبيلفيك بريم اللي هي حافة الحوض عند الرجال رح تكون narrow and large shape رح تكون ضيقة وإلها شكل يشبه شكل القلب اما بالنسبة للفيميل رح يكون wide اوسع شوي وإلها شكل بيضوي بيلفيس انجنيرال بشكل عام الحوض لدى الميل رح يكون عندنا deep في funnel shape with narrow pubic arch يعني رح يكون عندنا عميق شوي يعني الحوض بيكون عميق بيكون إلو شكل funnel شكل قمع مع قوس حوضي ضيق تقريبا هسا منشوفهم كيف موضحين عندنا بالصورة اما بالنسبة للفيميل رح يكون shallow broad wider arch اقواس عريضة ووسيعة منشوف من الصورة هاي بالنسبة للحوض عند الفيميل بالنسبة للبريم الحافة زي ما حكينا والزوايا رح تكون عندنا عريضة بنشوف انه عندنا زاوية قائمة تأتي اما بالنسبة تكون زاوية حادة ويكون عندنا الحدود تقريبا صغيرة وليست كبيرة حدود ضيقة هذا الحد بالنسبة للبلفك بريم حاد شوية اما هم كن عندنا أوسع بالنسبة للفيميل اما بالنسبة للساكروم والكوسايكس زي ما حكينا عندنا بالنسبة للفيميل بيكون الساكروم عبارة عن قصير وعريض أما بالنسبة للميل بيكون عندنا طويل ولكنه بيكون ضيق بالنسبة لزي ما مشوف عندنا المساحة أو البوستيري ريفيو إذا خذنا بوستيري ريفيو للحوض منلاحظ اختلاف كبير ما بين حوض الفيميل عن حوض الميل منلاحظه أنه بيكون عندنا أوسع طبعا هاي الصورة بتبين لنا بعض التغيرات اللي ممكن تحدث على الإنسان في أعمار متختلفة بالنسبة للجمجمة زي ما حكينا بيكون في عندنا فراغات غير ملتحمة بتلتحم بعد سن البلوغ وفي عندنا هاي تطور مثلا عندنا الأشكال بالنسبة للجهاز الهيكلي من يوم ما يكون الإنسان نيوبورد إلى الأدولت يعني تغيرات تطرق على طول العظام على حجمها على عرضها على طولها إلى آخر هيك بيكون إن شاء الله ختمنا الجزء الثاني من شابتر السكيريتون